نجم حكام اللي موجودة دلوقتي ينسب لعرفضل في أداء حكامنا المصريين في كاسرون الأفريقية؟ اللي هيقول كده ما بيقولش الحقيقة لو قال كده سواء لجنة حكام قالت كده أو أي حد قال كده الناس دي تتعصنعت التحكيم نفسه أو الحاكم نفسه بتصنع خلال 10-15 سنة حلو فكل اللجان اللي ثبت اللجنة دي مش اللجنة دي اللجنة دي أنا قلت لك ما تجهزهمش التجهز كان ممكن يجهزه بمواطشاتك وتقول لك مشارك معه لكن اللجان اللي قبل اللجنة دي بصئة الحكام النصريين اللي قدروها أحدثوا الأخرج اللجان اللي عملت مع الحكام دي هم اللي فعلا لإنجاز دي إنجازهم لو لقدر لكم نتعصرنا حكام نتعصر في هذه البطرة وقدthru مستوى غير جيد مش كنا كلنا هلوهم لجنة الحكام كنا كلنا هلوهم لجنة الحكام هلوهم لجنة الحكام عشان مجهزهمش وفعلا مجهزهمش بحقيقة ما حادش إنكرها التجهزة يا كريمة إن أنا أخلي الحكم زي اللعيب في الملعب طول الوقت التصنيف اللي حصل ده ضر التحكير مصري وهيضر التحكير مصري لو استمر التصنيف إيه؟ التصنيف اللي هو الحكام اللي حصل ده اللي هو مين يلعب ممتاز ومين يلعب دور المحرفين بالزبط فإنت ضررت تحكير مصري إنت ما نفعتوش وقفلت الباب على المواهب ممكن في القسم الثاني مش عفت لعب دور ممتاز لأنك إنت قفلت عليهم في القسم الثاني وقفلت على موها بتانية في قسم التالت مش تعمل دوره ممتاز لو أجادت الكلام ده هو حضت أنا مش مقتنع بالكلام ده وقلنا من البداية خلاص اللي بتعمله ده ضد التحكيم المصري وضد الحكام المصريين حكامنا لما يروح للبطولة لعب 4 مطشات أو 3 مطشات خلال بتتكلم في أسابيع كتيرة 10 أسابيع ولا 11 أسبوع في الدور المصري ولل جدا أنا عايف أنك في كل الأحوال قريب من أسر التحكيم المصري أنت متداخل طول الوقت مش بعيد يعني في رضا من الحكام على بريرا ولا ما فيش رضا؟ لا خالص ما فيش رضا؟ لا لا طبعا وكل الحكام على فكرة وهم توصل من حكام البطولة كلهم كلهم صحابي يعني كلهم حبايبي وغير في البطولة الموجودة هنا في مصر لا خالص ما فيش رضا؟ لأن الناس تعاملت مع شخصية بيدر التحكيم فشافته في التعامل إزاي في الأداء إزاي لا فيش رضا خالص